انخفضت أسعار النفط في أول تداولاته هذا الأسبوع باتجاه 49 دولار مع زيادة الإنتاج وارتفاع الدولار وانخفض خام القياس العالمي مزيج برينت 62 سنة إلى 49 دولار و30 سنة للبرميل كما انخفض الخام الأمريكي 60 سنة إلى 47 دولار و4 سنة للبرميل ويأتي هذا الانخفاض تحت ضغط من زيادة إنتاج دول الشرق الأوسط الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول حيث رفعت العراق إنتاجها في حين أبقت السعودية على مستويات إنتاجها دون تغيير إضافة إلى تضرر السلع الأولية من ارتفاع الدولار الذي يجعل السلع الأولية المقومة به أغلى ثمنا على حائزي العملات الأخرى وهو ما يفرض ضغوط النزولية على أسعار الخامة